السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كانت منها ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا ان شاء الله عندي اليوم في القناة ان شاء الله هاليوم كيبا كيبا لكم غدي نشارك معكم واحد العشبة معجزة ان شاء الله هاد العشبة هادي فره رائعة لتنظيم الدورة الشهرية وفي نفس الوقت هاد الوصفة هادي راه لتنزيل الدورة الشهرية يعني كتنظمها وفي نفس الوقت يعني كتخليها انها تجي في في الوقت ديالها يعني اه ما كتتأخر متل شي حاجة فان شاء الله وصفة رائعة ووصفة اه زوينا وصراحة هاد العشبة هادي اراها زوينا اننا نبقوا يعني ناخد تكون عندنا في الدار ونبقوا نديروها مع اتي احنا يعني مولفين انا نكر شرب وقتي اه ننبغون شرب وقتي او اي اي او اي حاجة نهزو واحد شوية ونديرو فيه فانو نديروها معاه فهاد العشبة هادي يعني عشبة قوية وعشبة معجزة ان شاء الله لارجاع او لانزال الدورة الشهرية المتقطعة والمنقطعة وكذلك المتأخرة خصوصا الدورة المتأخرة والمتقطعة فان شاء الله هاد هاد العشبة هدي كما اكيبا لكم هو مرددوش شو مرددوش او البردقوش احنا في المغرب كنقول له مرددوش واسمسوا البردقوش على ما اظن في الدول العربية البردقوش فراه الفوائد ديالو الرائع رائع ان شاء الله لتنظيم الدورة الشهرية ولا كذلك لانزال الدورة الشهرية في السيدة اللي عندهم المشكلة للدورة الشهرية انها ما منتدماش فيستعملوا هاد الوصفة هدي فراه رائع 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 جدا اول حاجة هنا كما كيبا لكم فهاد الاعشاب من احسن من احسن اننا ما نغليوهمش يعني ما نديروهمش في الماء ما نديروهمش في شي كسرون ونغليوهم ونخليوهم نطبخوهم زاف كاتمشي الفائدة ديالهم غدي فقط يعني نهزو واحد الكمية وغدي نديروها في الكاس وغدي نضيفو لها الماء الساخن ونخليو حتى يبرد ونبقاو ونشربوه انتم ما تشوفوا معايا الطريقة ان شاء الله فهنا كنحتاجوا الكاس فالمشكلة اللي نديرو اننا كنهزو مثلا هاد الاعشاب وتنغليوهم فمني كنغليوهم فكتمشي لهم قاعدوك الفوائد ديالهم فاحسن الطريقة هو اننا نغليو الماء او نصخنوا الماء ومن بعد ان شاء الله كناخدو هاد العشبة هاد بطبيعة الحال كنغسلوها او كننقوها ومن بعد كناخدو ملعقة تقريبا انتم ما غتشوفوا معايا يعني القياس تقريبا بعد ندير ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة تكون مملوئة ان شو ما في كاس مسوسطت وغدي نضيفو ليه الماء يكون ساخن يعني الماء سخون لغدي نضيفو لهاد الكاس هذا صفي ونخلطو مزيان من بعد ما كنضيفو من بعد ما كنضيفو الماء فقط طلع منو واحدة رائحة رائعة صراحة مرددوش ما كيش ما احسن منو زوين للناس اللي عندهم السكر بزاف يعني الفوائد دياله رائعة لجسم ديالنا طبعا الحال مني كان ديرو الماء كن نحاولو اننا نغطيوها باش دوك الفوائد ديال الفوائد ديال مرددوش او الفوائد اه ديال اي عشبة كتبقى يعني ضروري خاصنا اننا نغطيو من نديرو الماء الساخن اه من نديرو الماء الساخن نغطيو هاد الكاس هادا ونخليوها تقريبا واحد عشرة ديال الفوائق حتى كنحسوا بانه اطلق لنا مزيان اه اه فمني كي يطلق اصافي ان شاء الله كنبقوا اننا يعني نشربوه وهاد الوصفة هادي غادي نشربوها تقريبا اه لمدة ثلاثة اه ثلاثة المرات في النهار مرة في الصباح مرة في اه مع الغضاء وبطبيعة الحال مع العشاء اه نديروها يعني قبل الفوطور وقبل الغداء وبطبيعة الحال في قبل العشاء هانتو ما كيما كي يبليكم فراهد غياء كي يطلق هانتو مش شو وهراه رائع ما عندو حتى شي اضرحت السيدة اللي عندهم المشكل ديال هدا يعني هرمون الحالي بتطلع فراه زوين زوينة ليهم هاد الوصفة هادي ان شاء الله فهنا كيما كي يبليكم من بعد ما صفيتوها هنتو ما يعني ضروري اننا نصفيه تنخليه ودوك عشرة دقيق سافي تصفي وهو المشروب ديالنا الرائع ان شاء الله مشروب رائع لتنظيم الدورة الشهرية وكذلك لانزال الدورة الشهرية فبالنسبة للسيدة اللي عندهم المشكل ديال الدورة الشهرية يعني ما منتضماش يعني خاصهم يتبعوه مش فقط يديروه مرة واحدة ولا يديروه سيمانة وينقاطعوا عليه فخاصهم يتبعوه تقريبا لمدة واحد شهر تقريبا او اكتر من شهر ان شاء الله يعني يتبعو هاد الوصفة هادي وان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكيد غترجع لهم الدورة الشهرية يعني يتبعوه كتر من شهر يبقاوي ياخدوه مرة في الصباح مرة في الغيداء ومرة طبيعة الحال في الوجبة ديال العشاء فان شاء الله رائعة رائعة هاد الوصفة هادي وصفة رائعة لانزال الدورة الشهرية المتأخرة وكذلك المنقطعة والمتقطعة فان شاء الله وصفة يعني لقوا بها بزفد السيدات وراها رائعة مش فقط للتلة للدورة الشهرية رازوين للتل الناس اللي عندهم المشكلة ديال السكري فراكا تنظم يعني لا السكر ولا الدورة الشهرية ان شاء الله فهذا هو فيديو اليوم اللي حبيت انني شاركه معكم وصفة رائعة رائعة جدا لتنظيم الدورة الشهرية وليانزال والاسترجاع الدورة الشهرية المتقطعة فحاولوا ان هاد الوصفة انكم يعني الدوموا عليهم وتبعوهم فان شاء الله غضي اعطوا معكم النتيجة فإلى عجبكم الفيديو متنسونيش بلايك وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وبسلام عليكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى في امان الله بسلام عليكم